تحت حراسة مشددة جوا وبرا وبحرا وعلى مستوى النهر الفاصل بين الأرجنتين والوروغوي تجري وقائع قمة العشرين التي انطلقت اليوم الجمعة بحضور رؤساء دول وحكومات المجموعة وفي مقدمتهم زعماء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين شوارع شبه مقفرة من المرة ووقف للسير العادي لحركة السيارات والقطارات وشبكة المترو أما الدخول إلى الأحياء السكنية فلا يتم إلا بعد التحقق من الهوية وحضور مكثف لمختلف القوات الأمنية المنتشرة في كل ركن من زوايا المنطقة القريبة من مركز كوستسالغيرو الذي يحتضن هذه القمة الدولية أزيد من 22 ألف عنصر أمني ينتمون للشرطة والدرك والوحدات الخاصة انتشرون في كل مكان بهدف تأمين قمة دولية تنظم لأول مرة في الأرجنتين وامريكا الشنوبية حواجز حديدية بالألاف وتعبئة أمنية غير مسبوقة وحضور لأزيد من خمسة ألاف من العناصر الأمنية الأجنبية هكذا تبدو بوينوسايريس وتحديدا كوستسالغيرو التي وصفت الصحافة الأرجنتينية بأنها ستكون أأمن منطقة في العالم طيلة أشغال قمة مجموعة العشرين ترجمة نانسي قنقر